بعد عام على انسحاب التيار متى وكيف ممكن أن يستفز الإطار التنسيق التيار الصدري هل بتغيير المحافظين وحميد الغزي والمدراء العامين أم كيف ممكن أن يستفز الإطار التنسيق التيار الصدري وزعيمة سامحت السيد مقتدى الصدر لا هو يعني هناك أكثر من حالة استفزاز ولكن ما زالت حالات استفزاز لأقل مسيطر عليها يعني لم تصل إلى حد المواجهة يعني قضية قانون الانتخابات على سبيل المثال كان استفزازا صريحا للتنسيق الصدري يعني بدون نقاش يعني وكثير من القضايا الأخرى الأمر الثاني المهم يعني حقيقة أنا استمعت إلى الشيخ صفاء وما كان يقول أولا نحن عندما يعني نناقش أو نحلل نحن نحلل الوقاعة على الأرض لا علاقة لنا بالوقاعة في السماء يعني الوقاعة في السماء لها من يحللها يعني وبالتالي هي بعيدة عنها هذا أولا الأمر الثاني التيار الصدري كان شريكا على مدى تسعة عشر عاما يعني منذ عام 2003 إلى العام 2022 التيار الصدري كان شريكا كان شريكا في العملية السياسية كان شريكا في السلطة كان شريكا في الدولة كان شريكا في الصفقات كان شريكا في كل شيء وبالتالي القفز على هذه الحقائق ومحاولة يعني تصدير أوهام حول قضية مكافحة الفساد اعتقد هذه لا تستقيم مع المنطق اولا الفساد في العراق فساد بنيوي وجميع القوى السياسية من دون اي استثناء بما فيهم التيار الصدري كانوا شركاء فيه لهذا القفز على هذه الحقائق لن يوصلنا الى شيء لم يكن الفساد او سوء الادارة هو موضوع الخلاف الموضوع الخلاف كان من يمتلك القرار في العراق التيار الصدري اعتقد في لحظة 2021 دكتور تفقت مع توصيفي عدوان بما نتحدث عن القيادة تفقت مع توصيفي عدوان ما اقول انه السلطة للتيار والحكومة للاطار بالوقت الحالي لا 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 وجود لا وجود لهذا التمييز في العراق يعني اولا في العراق لا وجود لتمييز بين السلطة والدولة ولا وجود لتمييز بين السلطة والحكومة في العراق نحن امام نظام هجيم وبالتالي السلطة هي المعيار لا وجود للدولة الحقيقية في العراق نحن لدينا سلطة تحتكر الدولة والثيار الصدري كان طوال 19 عاما شريكا في هذه السلطة محاولة القفز على هذه الحقيقة لن يثمر شيئا ولن ينتج شيئا الأمر الأهم هنا أن الخلاف لم يكن حول ووضوع الفساد بدليل أن تحالف الثلاثي كان فيه رموز الفساد في العراق يعني لا يستطيع الشيخ أن يقول لي أن أبو مازم ليس شخصا فاسدا مثلا يعني هو واحد من رموز الفساد في العراق كذلك بالنسبة للسيد محمد الحلبوسي لهذا لم يكن موضوع الفساد هو المعيار هنا الموضوع كان هل يستطيع السيد مقتصر أن يحتكر القرار السياسي في العراق هو لم يستطع ذلك لأنه أطراف عديدة عملت ضده من ضمنها المحكمة الاتحادية لأنه إيران والنفوذ الإيراني في العراق على يعني العديد من سلطات ومؤسسات الدولة منع التحالف الثلاثي من أن يشكل الحكومة نقطة راس السطر بالتالي عندما نتحدث عن الوقاع يجب أن نتحدث عن الحقائق على الأرض لا عن أوهام ولا عن إشاعات ولا عن افتراضات لا أصل لها طيب أي دكتور يعني هنا سماحة السيد مقتدل صدر كان يبحث حسب رؤيتك عن احتكار القرار السياسي بالضبط وهو قال هذا يعني هو تحدث بشكل أن الحكومة الأغلبية السياسية تصور لي دكتور تصور لي تصور لي القرار السياسي وهناك معارضة تقف بالضد من هذا الاحتكار هذا هو ما قاله السيد مقتدل صدر طبعا بمفردات مختلفة طيب تصور لي دكتور شكل حكومة التحالف الثلاثي كيف ممكن أن يشكل التحالف الثلاثي حكومة بظل احتكار القرار السياسي من قبل السيد مقتدل صدر ما هو حال الشركاء سواء كان الكرد أو السنة لا كما يحتكر الإطار التنسيقي القرار اليوم يعني أولا أولا الكرد غير معنيين بما يحصل في بغداد هذا أيضا خطأ ستراتيجي افتكبه الكرد منذ العام 2003 الكرد غير معنيين إلا بما يجري في إقليم كردستان وكل مفاوضاته مع الحكومة الاتحادية إنما تتعلق بإقليم كردستان هم غير معنيين بما يجري في العراق الآخر السنة لا وجود لهم يعني هم على الهامش هم قبلوا بأن يكونوا على الهامش في مقابل استثماراتهم المالية وبالتالي لا الآن لدينا احتكار سياسي مطلق للإطار التنسيقي للقرار السياسي والقرار الأمني والقرار الاقتصادي والقرار العسكري وقرار العلاقات الخارجية بالكامل